منظر مخيف الأبعد درجة طاق 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 إلا أحصل في وجهي سيارة شرطة يقول مكان نظيف بس عليه دم سلام عليكم السلام عليكم سال خير يا جبعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله اليوم رجعنا لكم مقطع جديد ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم الله يعطيكم ألف حافية والله أتكلم من كل قلبي يا أخي شوفوا كلامكم الإيجابي اللي في الكومنتات إنه هو الشي الوحيد اللي يصنع اليوم الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة ويسخر لكم يا رب ملائكتهم في السماء وجنودهم في الأرض قلوا آمين يا رب قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى حبيبي عزيز المتابع صلي على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قصة اليوم قصة من العيار الثقيل قصة اليوم خذت مني أربع أو خمس أيام وأنا قاعد أقراها أبغى بس أتخيل المواقف اللي فيها كيف عظيمة وكبيرة والعظمة لله سبحانه وتعالى قبل ما نبدأ حبيبي عزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنفيهات والقصة هذه راح أصنفها من القصص والله العظيم من القصص اللي ممكن تصير في الأفلام ممكن هذه تكون مبالغة شوي قصص أفضل من قصص الأفلام اللي قد شفتها ويلا خلنبدأ طيب يا جماعة الخير مثل ما أنا عارفين يا جماعة الخير أن القصص دايما تحكي لنا أخطاء الماضي اللي تخلينا نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون يلا خلنبدأ في قصة اليوم قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه مهند خلني أشرح لكم عائلة مهند في البداية يقول مهند عندي أب وأم وأخت وثمان عيال يعني الأسرة مليانة عيال ومهند هو أصغر واحد في الثمان عيال ذولي يقول بيني وبين كل أخو كل واحد سنة 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 لين آخر أخو يعني آخر أخو يفرق بيني وبينها سبع سنوات وبرضو زيادة على كذا أمه مهند مدرسة وأبو مهند يقول كان شغال في العقارات لا أخفيكم مهند قالنا أطراف كثير في هذه القصة وعلمني تفاصيل والتفاصيل هذه حرفية رهيبة لأبعد درجة وقبل كل شيء مهند يقول أبوي كان شديد حرفية نار شديد لأبعد درجة وكان أبوي برضو فيه مرض ارتفاع الضغط تعرفون وش مرض ارتفاع الضغط كيف يبهذل الشخص نفسه يعني أبوه ضياغ لأبعد درجة ويقول أمي كانت السمن والعسل حبيبة طيبة مرة 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 أمي أفضل إنسانة عندي في البيت بداية هذه القصة يقول مهند في يوم من الأيام أبوي يكافئ إخواني إذا تخرجوا بمعدل يعني كويس ممتاز جيد جدا ممتاز جيد جدا والكلام هذا يقول كان في الثانوي يقول ما يكافئ إلا الناس اللي بيتخرجون خلاص من الثانوي ولكن العكس هذا يقول خل واحد يجيب درجة مو كويسة والله أنا يخليه يعضلر ويجلد فيه جلد مو طبيعي يقول أبوي شديد شديد مرة المهم يقول خلصوا إخواني وباقي أنا صف الثالث ثانوي بتخرج أنتظر شهادتي يقول خلصت الاختبارات النهائية وشديت حيالي في الاختبارات كلها مو عشان نفسي خايف من ضرب أبوي بس وخايف إن أبوي ما يرضى علي إني أنا ما جب درجة كويسة يقول ألمهم في ذاقي اليوم اليوم اللي روح أستلم فيه الشهادة من المدرسة يقول هذاك اليوم يا شيخ أهو اليوم حرفيا الموعود اليوم اللي أكون فيه أو لا أكون وأنا بيني وبينكم ماني كويس مثل إخواني ولكن ثالث ثانوي والله إني شديت حيلي شدة مرة ممتازة إفكان كل مدرسة يحددون أيام مختلفة لعرض الشهادات يقول عايدي تحصل المدرسة هذه مثلا يخلونا الأثنين والمدرسة الثانية يخلونا مثلا الأحد والمدرسة الثالثة يوم الخميس يقول على هذه الحالة يقول إن مدرستنا قالوا يوم الأحد رح يطلعون الشهادات وقالوا لنا هذا الكلام في آخر اختبار لنا يقول دخل كذا المدير سلام عليكم يا طلاب شهاداتكم رح تكون جاهزة يوم الأحد قلنا له خلاص بإذن الله قالت جون يوم الأحد ساعة ثمان وكل واحد يسلم شهادته من مكتب المرشد حقه يقول كان فيه مرشد لولة ثانوي مرشد ثاني ثانوي مرشد ثالث ثانوي يقول ألمهم مرشدنا هذا اسمه خالد شخص طيب متدين في وجه الراحة التامة يقول وجه مريح مرح يقول ألمهم جدك اليوم وصفينا طابور قالنا المدرس خالد صفه طابور كل واحد بعطيه شهادته كل واحد يدخلي المكتب عطيه شهادته يطلع ولي يدخل بعده وكذلك لينا خلص من الصف الثالثانوي كله يقول مهم صفيت طابور وقدامي يمكن حوالي 40 واحد يقولوا يدخلون يقول فيه واحد يطلع فرحان فيه واحد يطلع كذا ماهو راضي وفيه واحد يطلع مر زعلان يقول درجة اني أسمع ناس يصيحون جوه لا تكفي أستاذ والله ما بي أسقط والله ما أدري إيش يقول المهم يقولوا يمشي الدور واحد ورا الثاني يقولوا أنا قاعد أسولف معلي قدامي ووراي أقولهم ها كم تتوقعون بتجيبون وقاعد أغير الجو وأفك التوتر هذا يقول المهم كل شوي واحد يدخل وواحد يطلع وأنا أنتظر أجي دوري وقاعد أسولف مع ذولي أغير جو بس عشان ما يضيق صدري وقاعد أفكر الآن لو أجيب درجة كويسة أبوي بيريحني في الإجازة وبرتاح وبيسفرني وبيعطيني وإلى آخرة ولكن لو أجيب درجة كويسة وش راح أسوي وش راح أسوي مع أبوي يقول صرت أفكر هلا أروح العمي ولا أزبن عن جدتي ولا عن جدي منا أروح عنده يقول بيني بينكم أبوي برضو يخاف من جدتي أمه ولا يبغي يزعلها باي شي ولكن المشكلة الكبيرة مهنة خلني علمكم يسوها وقف عند الباب جاء دورة دخل يقول لأن المدرس خالد في وجهي هلا مهند كيف حالك أبوي طيب شا اسمك مهند كم يبدأ رقمك تاك 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 يدور في الأوراق يقول يسحب كده ورقة يقول يرفعها كده قدامه ويناظر يا لا يا مهند آخ ما عليه ما عليه يمديك تعيدها إن شاء الله مع الناس اللي موجودين في الدورة الثانية يعني الناس اللي يسقطون يختبرونهم اختبارات بعد ما يسقطون في مادة قلت له لي يا أستاذ شا السالفة يلا يسعدك في عندك مادة الرياضيات ساقط فيها قلت لا تاكفى قل غيرها تاكفى يا أستاذ قل غيرها اني طالبك قل غيرها يا أستاذ قال لي والله مادة الرياضيات جايب درجة ضعيفة ولكن وش بتسوي الآن تعيد سنة عشان الرياضيات ولازم تتشد حيلك عشان تخطب الرياضيات الدور الثاني دور الناس الراس بيني يا ولدي وش فيك ما ذكرت قلت لأستاذ عادي أقول لك شي تاكفى قلت لي يا أستاذ أحد أقابله يقول لي نفس الكلام ذا أبوك مبطاقك بس يخوفك كذا قلت لا يا أستاذ أعرف أبوي زين أعرف زين ما زين والله لو أنه ضعيف بيجلدني جلتك فلو أبغى تكتب جيد جدا أو جيد أنا راضي بجيد قال لي والله ما أقدر وهذا غش وتزوير وإلى آخر وما ينفع قلت لي طيب اش تنصحني أسوي قال لا توري أبوك الشهادة واختبر مرة ثانية وإذا اختبرت ورى الشهادة لبعدها قلت لي أستاذ فأنا والله اللي تبي راح أسوي لك وش تبغى أن يسوي لك يقول الأستاذ تقدر تخليني أختبر في أسرع وقت اليومين هذه ويحطون درجة يوم الخميس قال طيب دقيقة يقول يرفع الجوال وطيطيطيطيطيط ويدق على مدرس الرياضيات هل أبو ماضي كيف حالك طيب طيب اسمع أبو ماضي أنا عندي طالب مهند والله طالب محترم وطيب وخلوق ومرة مرة كويس وقام يشرح له سالفتي كاملة يقول له إن هذا كذا وأبو كذا وأبو كذا قال والله إني ما أقدر وأنا الآن ماني موجود عندكم أنا طالع من الدولة حقتكم رايح دولة ثانية ومسافر أنا وعيالي وبرجع بإذن الله في أسبوعين في الدور الثاني أظرر مدرس أول ما خلص اختباراته وصحح لو راق سافر وهو عياله إلى دولة بعيدة قال ما أقدر ينتظرني إن شاء الله لين بعد أسبوعين واختبره قال خلاص صلى يعطيك ألف عافية صار المدرس خالد يقول ميد مهند اسمع مهند والله ما أقدر ولكن أطلع الآن وخل ما يخلصون الطلاب ورجع لي بعدين قلت له خلاص بشرق يقول والله وافتح الباب وسوي نفسي أبتسم قدام الطلاب لا لا إن شاء الله الدرجة ممتازة إن شاء الله إنها كويسة يقول وانزل مع الدرجة تيك 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 وانزل يقول وأنا متحسر بش أسوي يقول خلاص مدرس خالد أتوقع أني فقدت الأمل فيه وتوقع أني ما راح أرجع له ما راح يقدر يسوي لي أي شيء فناظر في الورقة وناظر في الورقة قلت يا الله لحين كيف ألعب على أبوي وغير الدرجة هذه وحط درجة كويسة يقول وانا نازل كذا وتمشى وناظر في الورقة وناظر في الورقة قلت بجرب طريقة إذا أثبتت زين على زين المهم الطريقة هي جماعة الخير وإن شاء الله ما حد يسويها أنا أقول لكم عشان تعيشون معي شعور القصة تكفون والطريقة هذه ترى معروفة يعني موجودة من زمان يقول بللت أصبعي بالثاني يقول بللتها كذا وحطيتها في الورقة وسويت كذا شوي إلا أنحذف الحبر المحطوط على الورقة يقول قبل الشهادات كانوا يكتبونها كتابة يقول أوكيد درجات كلها مرفوعة في كمبيوتر يقول ولكن كانوا يكتبونها كتابة يقول كمبيوتر كان ما يطبع نهائيا كانوا يكتبون درجات كتابة يقول وحكا 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 وراحب المهم شاء للحبر على الورقة يقول ومر البقالة واجيب قلم نفس اللون بالضب يقول وأكتب يقول عدو أنا كان خطي زين مرة مرة خطي زين مرة لأبعد درجة يقول والله وأكتب وتطلع كأن الدرجة ممتازة يقول وغير الاسم وأكتب ممتاز يقول ضبطها من إله المهم يقول يوم زورت الشهادة صار علي يحمل أكبر وأكثر نازم بعد سبعين أروح أختبر وأبوي ما يدري يقول خدت الشهادة دي وروحت لأبوي يا أيبا وكذا كأني عايش الفرحة ما باش شرك نجاة ما أدري إيش وشوف أبوي شاطر ولادي ما أدري إيش ويطلع فلوس ويعطيني يقول يوم عطاني فلوس أنا حسيت بضغط أكثر قلت لا يا أيبا ما يحتاج ما يحتاج أيبا والله ما يحتاج ما يحتاج تعطيني خلها وأنا بابد راضي إن كنت رضيت وما أدري إيش المهم الولد هذا مهند لعب على أبوي يقول قلت السالفة ذي لأخوياي يقول بعدها ممكن كذا بيوم اللي يجيني أخوي قلت صدق والله أنا موري تبوي شهادة تكفى زورها لي أبغاك تخير الدرجات كلها قلت لأ طيب اسمع رح المكتبة وجب شهادتك القديمة ومر المكتبة كانت فيه صدق أيام المكاتب شهادة مو معباه في ناس كثير يذكرونها وطبعا الجيل القديم يذكرها يقول شهادة فاضية تقدر تكتب فيها يبعونها في المكتبة مطبوعة وجازة ولكن المشكلة الكبرى وين يقول مشكلة الكبرى في التوقيع يقول راح خويه وجاب شهادة من المكتبة فارغة وأنا عبي الدرجات وعبي كل شيء يقول وصير أكتب للدرجات أكتب للدرجات بس باقي التوقيع كيف نجيب التوقيع وشلون يقول أنا قيسل ترى شف أنا خطي زين وأقدر أوقع ولكن نبغى توقيع نفس المدير قيسل أبوك ما راح يركز على التوقيع يقول قال لي لا أبوي راح يركز مرة تكفى مهند أبغاك تضبط لي التوقيع بالضبط قلت له بشر وحاول يقول واجيب دفتر ثاني وأصير أوقع يقول من ثاني توقيع ضبط توقيع المدير بالضبط نسخة طبق الأصل يقول واسوي عشاد الشيخ يقول وعطيه الورقة استانس الولد هذه اللحظة أدرك مهند أنه يقدر يقلد التوقيع وهو توى في ثالث ثانوي يقول المهم انتظرت لين يجي الاختبار النهائي الثاني حق المعيدين يقول وألبس القميص حقهم وألبس كل شيء مخصص المدرسة يقول وأتسلى للصبح وأروح للمدرسة نفسها يقول طبعا كنتم ذاكر يقول وادخل على المدرسة وأختبر والحمد لله انجحت وكانوا يصححوا مرة واحدة يقول جب درجة أكثر من الدرجة اللي كانت مكتوبة على الورقة يقول خدتها وكنت محتار أوري أبوي ولا ما أوريه أوري الشهادة واني جب درجة ولكن وش أقول أقول الشهادة الأولى مزورة لا قلت الموضوع كالآتي أخذ الورقة هذي وأقول ميد أبوي أن المدرسة غلطوا وما سجلوا درجة الرياضيات وكذا أبوي بيصدق وخلي يحتفل مرة ثانية بالدرجة الكويسة ويمكن يعطيني فلوس أكثر يقول وأخذ الشهادة وأروح لأبوي كانت الساعة عشر الصبح وأدخل قال لي وش عندك منين جايلا أبس القميص حق المدرسة قلت لأنا جاي من المدرسة كلموني قامل يكلمك قال خوية أمس كلمني وقال لي لازم تجي المدرسة أنه مغلطوا في شهادتك وهذه شهادتي أبوي الجديدة صار فيه غلط في مادة الرياضيات وزادوني درجات قال لي أبوي زادوك درجات شلون خلالهم يقولون أنه مخطو قال ورني بناظر بناظر كذا كان زين خلص صلى الله يأتي كعافي فالك التوفيق إن شاء الله وحطه على الجن يقول قلت بس الموضوع مشى على أبوي مشى على أبوي أني أنا صدق تحسنت في مادة الرياضيات واموري صارت ممتازة يقول بعدها صرت أفلها واطلع وتمشى وقابل أخوياي إلى آخر يقول بعدها جاني يا أبوي بعد أربع أيام يدخل البيت ويسحب الحزام ويطقني 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 يقول لين حمر جسمي طقني طق مو طبيعي يقول لوني قيل أني جاي بضعيف إنه أفضل اكتشف أبوي أني أنا لعب عليه في الشهادة الأولى راح للمدرسة وكلمهم ويعرف واحد هناك أصلا يقول كلمهم قال إنه ليه غلطوا شا السالفة شا الموضوع ويقول جابها بضحكة قال للمدرس لا يا حبيبنا أبو مهند أولدك كان صاقط في الرياضيات وزور الشهادة ولعب عليك واختبر مرة ثانية والحمد لله جاب درجة كويس وبث المهم إنه جاب درجة كويسة وطلع أبوه ضايق ورح للبيت وربغه لين أذن عشان مرة ثانية ما عد تكذب على أبوك يقول مو أبوه طقني طق يقول مرة الأيام وأبوه زعلان علي يقول والله زعل زعل مو طبيعي وحاقد علي حقد مو طبيعي وطبعا أبوي ما لومه يرتفع ضغطه ويضيق وحالة حالة يقول إنه عندنا نظام في البيت بعد ما تخلص الثنوي لازم تطلع من البيت وتسافر بره تشتغل تدرس أهم شيء إنك تأسس حياتك بره يقول طلعت أبوي مو براغي زعلان زعلان مني زعلان كان يقول لي أنت هذا وجهي ذا في لحة أنت ما تمشي إلا بالكذب واللف والدوران أنت كذاب أنت فاشل أنت فاقط أنت إلى آخره آخر شيء تروح تغشني أنا يقول حاقد أبوي شايل في خاطرة وأنا أقول في نفسي الموضوع ما يستاهل يقول لدرجة رح تكلمت عمي وقلت للموضوع يا ولد أبوي ليه حاقد علي تكفى أن الموضوع كذا 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 قال لا يا أخي أنت ليه برضو تستخبي أبوك لا تستخبيه يا أخي يقول لي الصدق ما رح يقول لك شيء يقول يا أخي أنا غلط وليه ما يرضى علي وليه 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 إلى آخره يقول رح عمي وكلم أبوي لين هدى أبوي يوم شفت هدى والأمور زينة يقول قلتنا خلاص الآن جاء الوقت اللي يطلع فيه بره الدولة وسافر وأسس نفسي بره يا أدرس يا أشتغل واحد من الثنتين ولكن الأغلب أني راح أدرس يقول للمهم جاء الوقت وقت الوداع وودع أبوي وودع عمي وودع بيتنا كله طبعا بيتنا كله ما فيه إلا ثلاث إخوان اللي هم الكبار درسوا بره ورجعوا يقول أما البقية كلهم في دول مختلفة يقول نظرة إخواني شوي وصخة باتجاهي ينظروا اللي دايما إني شخص فاشح وما منه فايدة وإنه ذا نكرة وإنه يقول إيه الآخر مستحقريني استحقار مو كامل يعني يقول كانت أمي تقول لا فدقوني مهند هذا راح يصير شخص عظيم وشخص ممتاز وشخص كويس يقول أمي هي اللي موقفة معاي يقول أما البيت لا حرب ضدي يقول للمهم وطلع الدولة تبعد بالطيارة ما يقارب 14 ساعة وبأدرس في أحد الجامعات هناك 5 سنوات يعني ابتعثت من دولتي إلى دولة ثانية يقول نظام الإبتعاث هناك مرة رهيب ولكن شوي غثيت يقول أول سنة لازم يكون سنة فيها المواد العامة كلها يقول تدرس وعلى معدلك يحددوا لك التخصص حقك ويضعوا لك نفس الرغبات وتختار من الرغبات وشوفوا المعدلك مناسب وين يضعونك فيه يقول رحت درست هناك وسكنت في سكن صغير وضيق مرة يقول غرفة كنا ننام فيها ثلاثة يقول اثنين ما أعرفهم وأنا الحالي يقول أصلا يتكلمون لغة مختلفة عني يقول علمهم بديت أدرس عندهم هناك يقول لأخو فيكم كنت مستمتع ما في ضغوطات ما في أبو أم ولا في حرب داخل البيت ولا مشاحنات يقول كنت مرتاح هناك لأني الوحدي يقول صرت أدرس هناك وحاول أشد حيلي وأتعلم يقول صرت أتعلم حبة حبة صرت أطور نفسي صرت يوم شلت هاجس أن أبوي راح يحاسبني وأنا اللي راح حاسب نفسي صرت أكثر مسؤولية وأكثر إبداع صرت أبدع إبداع بعكس اللي كنت أبدعه داخل بيتنا يقول صارت فيني مواهب أنا ما قد اكتشفتها فاكتشفتها في هذه السفرة خلوني أعلمكم المهم صرت أدرس هناك مع الدراسة والضغط صرت تنقصني فلوس وقررت أبحث عن أي وظيفة أتوظفها في ذيك المنطقة لا أخفيكم الأماكن اللي أشتغل فيها كثيرة ولكن رواتبها بسيطة وكانوا يحاسبوني باليوم يعني ممكن اليوم أشتغل وبكرة ما أشتغل معهم وخلوني أشتغل في أحد الأماكن المخصصة البريد أوصل طرود أوصلها للبيوت القريبة وعلى هذه الشغلة كانوا يحاسبوني بالأسبوع كانوا يعطوني مبلغ صدق كويس والمبلغ هذا يعتمد على إنتاجيتي أنا وبعد فترة جابوا موظفين وقلت إنتاجيتي وصارت الفلوس أقل المهم استمرت في هذا العمل في يوم من الأيام الثنين اللي معي كانوا شوي سيئين في التعامل وكانوا ما يشتغلون بشكل قوي فأنا الوحيد اللي أشتغل معهم ولكن أهم كذا زي اللي يحجزون الأغراف ويخلونها تتأخر ويشتغلون على راحتهم وأنا بيني وبينكم كنت محتاجي الفلوس قلت لهم يا أخي عطوني الطرود حقتكم خلني خلصها واخذ الفلوس حقتها وأنتوا خذوا الطرود اللي بتجيكم الجديدة يقول كانوا شوي نذلين معي ما يبغوني أستنفع مرة نهائية يقول لهم تستمر لأيام تستمر لأيام تستمر لأيام وأنا قاعد أشتغل يقول في يوم الأيام يدق علي صاحب الشركة نفسها السلام عليكم عليكم السلام مهندك في حالك طيب قلت لأ الحمد لله بخير قال مهند تعال نبغاك في المكتب يقول وأجي للمكتب إلا فيه شرطي موجود قاعد على الكرسي قال لي مهند قلت لأي نعم قال لي اجلس يقول مهم وجلس يحد يسألني أسئلة شوي غريبة الطرود أنت وين توصلها ومتى توصلها وكيف سلو بتوصيلك وين الخريطة اللي تمر معها أنت يقول جاب لي خريطة كذا وفتحها في ورقة قال لي انت من وين تمر بالسيكل من وين تروح نقاطك اللي تتحرك فيها وين يقول قلت لي اروح المنطقة واحد بعد منطقة اثنين وصرت احدد له بالخطوط هذه يقول شوي يناظر كذا بحق الشركة قال هذا يحتاج نحقق معاه يقولوا خذاني ويبكل اريحية بدون ما يكلبشني بدون اي شي وركبني سيارة الشرطة حقتهم وياخذني للقسم يقول انا مستغرب بتسالفة ذا وشيبغ شموضوعه وش صاير وش مو صاير في ذيك المنطقة يقول اخبني ونزلني لقسم التحقيقات والموضوع فيها شي جنائي يعني فيه صرقة فيه واحد تعرض لطق الموضوع فيه مشكلة شوي والله ونزلني ويدخلون علي ضابطين من الشرطة يقول كان انت عاملهم لطيف يقول كانوا يسألوني سؤال يقولوا لي انت وش الوقت اللي تطلع فيه توصل فيه الطرود هذه وكيف الاسلوب يقول صاروا يدققون في اي حركة انا قاعد اسويها يقولوا صرت اشرح لهم الموضوع واقول لهم اني كذا وكذا واسوي كذا وحط كذا واطلع منذ الطريق وحط الكراتين بالاسلوب هذا يقول لي طيب انت متأكد ما سويت ولا خطة في الاونة اللي فاتت يقول لهم حط من اسئلتهم ان فيه خطة صاير في ذيك المنطقة والخطة هذا توقع له في الطرود المهم موضوع فيه شي لحد الان انا ماني فاهمه والموضوع مبهم شوي قلت لها ليه وش الموضوع قلولي وش الجريمة اللي صايره عشان انا اقدر اقولكم اكيشفت شي بعيني قال لي طيب اسمك انه عندنا في الولاية مثل ما انت عارف ان الطرود تنحط عند الباب وبعد فترة ييجي الشخص ياخذها يعني انت بس تحطها عند الباب وتمشي فيش تكو اكثر الزبائن يقولون طرودهم ما وصلتهم مع العلم ان جاهم اشعار انهم هم وصلت لهم الطرود هذه لا انا ما لي دخل انا اللي علي اوصلها قال ايه نعم يقول المكان هذاك فيه بعض الاماكن اللي فيها الكاميرات القديمة مرة صغيرة هذه يقول يوم رجعناها لاحظنا فيه ثلاثة بيوت مسجلتك انه كنت صدق توصل الطرود ولكن البيوت الثانية لحده الان ما فيها كاميرات يقول انه بس عندنا شبهات بسيطة عليك فلنو بغى نتأكد بس يقول شوي اللي يقول العسكري اللي قدامه قال لا ممكن شكله يعرف ان البيوت هذه فيها كاميرات يحط فيها الطرود كاننا موصلها ولا ماكن الثاني اللي ما فيها كاميرات ياخذها يقول نظرت فيه كذا وقلت له بكل طلاقة قلت له انا عادش عرفني انا ما يعرف على الكاميرات واشياء المراقبة هذة انا عملي اسويه لو تراجعون سجلي في الفترة اللي فاتت كلها طبعا يقول كان لي حوالي اربع شهور بهذه الوظيفة راح تلاحظون ان الطرود كلها واصلة لهم بالضب ما صارت اي مشاكل قشوي صدق الضابط اللي قدامي قال اي نعم الطرود اللي قبل كانت توصل امورها زينف عشان كذا احنا ما شكينا فيك مرة ولكن نبغى يعني زي ما تقول نقفل ملف القضية هذه لان ما في احد يعرف خروج الطرود من حق البريد الا موظفين البريد يقول المهم استجوبنا اللي معاك كلهم وقالوا انكم انتم ما لكم دخل وان ما احد له دخل في هذه السالفة وان استجوابنا هذا وما شكينا في اي حرامي ثاني لان انتم كل فترة تغيرون توقيت خروج البريد من نفس المكان حقكم هذا الشي يثيروا الشبهات وقلنا ما في الا موظفين البريد اللي يعرفون التوقيت هذا عشان كذا شكينا فيكم في البداية ولكن تراها اجراءات عيدية ولا فيها اي مشكلة قلت لالله يعطيك الفعافية طيب الان اقدر امشي لان انا ترى عندي دراسة وانا طالب وانا وانا الى اخر قال ايه تقدر تمشي يقول علمهم في يوم من الايام وانا قاعد اشتغل في الوظيفة المدير يقول ان المشكلة هذه مستمرة ان الطرود قاعدة تنصرك يقول وهذا الشي قاعد يضر سمعة شركتنا فاتمنى اذا في احد منكم اتمنى يعترفوا اللي راح افصلكم كلكم وطبعا انا مرتاح في هذه الوظيفة ولا بغى اتركها فقلت مد مدير الشغل اسمعي مديري انا عندي لك خطة ممتازة وراح اكشف لك من الناس اللي يسوون كذا قال والشي قال انا راح ااخذ اجازة في المرحلة اللي انتو تطلعون مع الطرق هذي وتوصلون الطرود فيها وراح اراقب من الشخص اللي يجي ياخذ الطرود قال الله يسلمك احنا راقبنا قبلك والشرطة راقبت قبلك ما لاحظت اي اختفاء لهذه الطرود الان الاون الجاية قررنا احنا والشرطة ان احنا نحدد وقت خروجنا من العمل هنا بتسليم الطرود هذه وهذا الشي راح تكشف الشرطة قدام قلت في نفس بما انه يختلف وقت خروجنا انا والشخصين اللي معاي اجل فيه شخص يعرف التوقيت بالضبط او فيه شخص ما ينزل الطرود نهائيا ويعرف الطرود البيوت اللي فيها كاميرات يسلم الطرود عندها قلت مديري اسمح لي تكفى اسمح لي ذا المرة خلني اراقب الناس اللي يجون ياخذون الطرود قال اللي الشرطة بتراقب قلت لا انا بغراقب عشان احس اني كذا حرفيا بعيد عن الشبهات قال لي خلاص زين طلعني ذاك اليوم ايجازة واجلس في حديقة قريبة لما البيوت اللي وصلون فيها الطرود يقول لا تمر السيارة اللي فيها اخوياي واشوفهم ينزلون الطرود ويتأخرون شوي في تنزيل الطرد والبيوت اللي فيها كاميرات ينزلون الطرود ويمشون بسرعة اللي الصناديق هذي اللي يسلمونها يقول انا شكيت في الوضع شوي ليه البيوت اللي فيها كاميرات ينزلونها ويمشون والطرود اللي تنزل للبيوت اللي بدون كاميرات تطول على ما ينزلونها يقول صرتها راقب الوضع راقب الوضع ما فيه شي في الموضوع ولا فيه اي شي خليني يشكف اخوياي يقول وانتظر لحظات بسيطة في لحظتهم لتنزيل الطرود الا تجي سيارة مع الشارع الثاني تنزل وتشيل الطرود والطرود البيوت اللي فيها كاميرات ما يشيلونها فينا عرفتم فيه لصوص يصرقون هذه الطرود وقعدين يأثرون على اسم شركتنا ولا اخفيكم مو كل الطرود تنصرق فيه طرود تنصرق فيه طرود ما تنصرق ولكن الصناديق اللي فيها اغراب كثيرة وممكن تنبعوا تجيب فلوس ايه اللي تنصرق المن بعد ما شفت الموضوع هذا رحت المدير الشركة وقلت للموضوع قلت لاني شفت ناس يجوا من الشارع الثاني يصرقون الطرود من قدام البيوت ولا احد ينتبه لهم ويعرفون طرود اللي فيها اشياء بخمة قال لمدير الشركة يعني ما في الا انتو الثلاثة اللي قاعدين تشتغلون في احد منكم يسرب معلومات الطرود يسلمها لللصوص هذولي قلت لها يا ابن الحلال انا مساعدك انا ما لي دخل فاكيد من الثنين هذولي قال لا ما اقدر انتو الثلاثة كلكم في نفس الموقف راح نحقق معكم كلكم قلت لها يا ابن الحلال انا اللي معلمك انا اللي قايل لك كل شي وشلون تقول لي كذا يا لازم هذه اجراءات امنية يقول للمهم مع التحقيق مع التحقيق وشرطة دخلت في الموضوع اكتشفوا ان الثنين اللي معي صدق نفس الحركة يسربون معلومات الطرود لناس برة ويجون يصرقونها وبعدين يتقاسمونها وعرفت لي كانوا يتأخرون في الطرود لانهم كانوا يبغون يعرفون والشي اللي جوا الطرود هذي يقول في كل ناحية اصلا اللي نضف الطرود هذي ونركبها جوا ونرسلها لبيوتهم يقول فصار الموضوع يخصنا كلنا وفطردونا كلنا من الشريكة يقول الصدق تبهذلت بعد ما انطردت مع العلم اني انا كنت يعني مرتاح في ذا الوظيفة ولكن قلت رزقي على ربي قلت ان شاء الله الربي بيعوضني بافضل منها المهم استمريت وانا ادرس وكانت معي فلوس من الشغلة حقتي لي قبل القصرة ادرس 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 جاء فترة الاختبارات النهائية يقولوا الا احصل الثنين هذول اللي كانوا يشتغلوا معي في نفس الجامعة حقتي يقولوا الثنين ذولي والله انهم عدوانيين مرة عدوانيين لأبعد درجة المهم يقول مهند في مواقف مخصصة الجامعة والبطاقات كانت مكتوبة على ورق وكل ما تلبك لازم توقع عليها وتحطها جوال صندوق حقهم يقولوا كانوا حاطين حوالي 100 بطاقة والمية بطاقة هذه تصرف لكل سيارة بمرحلة الدراسة وطبعا هذه الاشياء عليها رسوم وتنبع بمبلغ وقدره يقول الاثنين هذول اللي يقولكم العدوانيين اللي معنا في الجامعة وكانوا معاي قبل في ساعي البريد يقولوا كانوا يصرقون هذه الكروت ويبيعونها برا يعني حرامية لأبعد درج كنت اقول يا اخي ذولي شو وضعهم عايشين على الحرام ذا خلاص استوب المهم متستمر لأيام وأيام الاختبارات هذه يقول وتقابل معهم وجه بوجه وانا كنت قبل ما بغاهم يشوفوني نهائيا لاني اعرف انهم بيدورون مشاكل يقول اول ما شوفوني قالوا لي اوه مهند يقولوا يجون جنبي ويدفوني والثاني يدفني على أخوية والثاني يرجعني على أخوية من جديد يقول للمهم مدويدينهم وشوي اللهم طاقوني يقول طبعا في الجامعة ما احد فزعلي نهائيا ولا أحد يبغى يفزعلي أبدا أبدا كل واحد يقول خارجني منذ المشاكل ذي كلها تكفى يقول كنت شايل شنطة حقة الظهر نفسها اللي كانت على ظهري والشنطة هذه برضو كان مكتوب عليها اسمي يقول مكتوب بالخياطة اسمي عليها يقول بعد ما طاقوني فتحوا الشنطة وفتشوها كذا ما فيها شي يقول شو يقفلوها ورموا الشنطة علي وراحوا وخلوني يقولوا أنا شلت الشنطة وتقدمت من عندهم وتركتهم يقول فجأة اللي حارس الأمن يركض وراي ويمسكني بقوة ويطرحني على الأرض شا السالفة يا ولد شو أبعى ذا ش موضوع كنت يقول يسحب الشنطة ويفتح السحاب اللي فيها يا جماعة الخير الكروت حقة المواقف اللي هم صرقوا ويحطوها لي في الشنطة يقول شوي يمسكني ويربط يدي ويتصل على الشرطة وتيجي الشرطة وتشيل وبتهمة ايش؟ تهمة سرقة بطائق المواقف المخصصة للجامعة تنتح لفلوم أقول يا أخي ما لي دخل والله ما لي دخل قال كيف ما لك دخل هذي شنطك؟ قلت لقيه قال فيها الأشياء ذي البطائق جوه صح قلت لقيه ولكن أنا اتطقت مع ناسهم لحطوها لي قال لي لا 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 تبغى ترمي التهمة على ناس ثانين؟ ثلاث ركبتك التهمة قلمهم ياخذوني يودوني الحبس حقهم وادخل في الحبس مدة ممكن أبو سبوع وسبوعين وتأخرت على اختبارات وتأخرت على كل شيء وراحت علي اختباراتي وكلها كتبت لي أني أخذتها حرمان يعني يحرموني من المواد هناك يقول والله وتكدرت نفسيتي وضاق صدري وما أدري وش أسوي لهذا ولي يقول من بعد المواقف ذيك يقول كرهت الناس اللي موجودين هناك ولا صرت أبغى أخاوي أحد ولا أبغى أشتغل عند أحد كنت أقول يا ليت أرجع لامكاني اللي كنت عايش فيه وافتك ولكن لو رجعت هناك وش راح أقول لأبوي بقول لأنه صارت الموضوع ذا والله ما يصدقني على الشيء اللي سويته قبل يقول لي أنت قبل كنت تتزور شهادات وكنت الله يسلم كنت تتزور تواجيع ويعرف كل شيء ويعرف أني أنا كذبت عليه مستحيل أبوي يصدقني نهائيا ولكن درجاتي هذه راح تخليني أرجع لنفس أرض الوطن اللي كنت فاكن فيه يقول ما حبيت الشيء ذا يقول صدقوا تطلع النتيجة ورح تكلمهم أني أنا كنت في الحبس وإني وإني قالوا ما ندخل نهائيا كنت في الحبس تحمل المسؤولية الله ليهيني لو بعد صارق تحمل المسؤولية يقول مهم وأرجع لشيكتي وكان باقي فيه أجار شيكتي ما يقارب أربع شهور يقول وأرجع وأقعد فيها وصرت قاعد على ذا التلفزيون أقلب يقول أقلب 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 يقول فجأة فيه قناة عندنا مخصصة للولاية يقول تعرض كل أخبار للولاية قالوا إن فيه ناس يزورون الشهايد المخصصة للجامع وتم القال قب عليهم بسبب فيه اختلاف بسيط على التوقيع يقول هنا جاني فلاش باك للماضي يوم كنت أزور الدرجات وزور التوقيع الخوي وكان خطي زين كنت أقول الله لو أنا كنت معكم كان الآن أنا أضبط لكم التوقيع من إله وتحدى أحد يكشف هذا الموضوع المم والأخبار قاعدة تتكلم ويقولون يقول يقولون في الأخبار برضو المزورين هذول إنهم طلعوا مقارب 200 ألف دولار من هذا التزوير الله يعني بكم كانوا يبعون الشهادة الوحدة يا ساتر يا المبالغ يعرفونوا الطلب على الشهايد المزورة قليل مرة وقدروا يطلعون 200 ألف يقولوا صرت أبحث بالجوال في المواقع عندهم الناس اللي بيعون الشهادة المزورة وأبغى أشتري شهادة مزورة عشان أخذها ووريها أهلي وسكتهم ولكن راح يكون فيه فجوة من ناحية الوجه يعني أنا مالي لسبع شهور في هذه المنطقة وتخرجت سبع شهور لا لازم أختفي أربع سنوات وبعدها أرجع لبيتنا ويقولهم لأي أنا أخذت الشهادة ومشي لهم الوضع كأن أنا صدق معاي شهادة يقول المهم وأنا قاعد أبحث وشوف التخصصات يقول أكثر تخصصين شفتهم يزورون فيها إدارة الأعمال والأدلة الجنائية كنت محتار ما أدري وش أاخذ أي شهادة وكان تكلفت الشهادة الوحدة 6000 دولار كنت يا الله الحين هذه مبلغها 6000 دولار ومحتار ما أدري أخذ أي شهادة إدارة أعمال ولا أدلة جنائية يقول صرت أبحث عن الأدلة الجنائية وموضوع الأدلة الجنائية وأبحث برضو عن إدارة الأعمال وتخصصات إدارة الأعمال وأشوف وشه الأقرب لي واللي أحس أني أنا أنتمي له وأروح له يقول لاحظت أن الأدلة الجنائية ذات شهادة مناسبة علي مناسبة علي مرة وحتى بعدين لو توظفت مديني أنمي مهاراتي وأمشي الوضع معه يقول فكان الموقع هذا من كثر ماهو متقدم يقول اكتب اسمك نعطيك نموذج ولكن نموذج هذا فيه علامة مائلة ولكن يبين كيف شكلك يطلع في الشهادة يقول وابحث في الانترنت على الشهادة الأصلية وشهادة المزورة يقول حصلتها طبق الأصل يقول ولكن المشكلة وين فيه؟ المشكلة في توقيع اللي على الشهادة يقول وأخذ النموذج هذا وأصوره بالجوال وخليه في جوالي وأطلع تمشي على رجولي أبغى أشوفه الورق المخصص للشهادة هذه يقول أنا ما رح أشتري شهادة لا أنا قررت أني أنا أزور الشهادة بالضبط يقول المهم رح تبحث عن نفس الورق حق الشهادة يقول وأسأل هذا وأسأل هذا يقول واحد يقول لي رح هناك ولا تحصلها في المكتبة الفلانية هذه ولا تحصلها في المكان الفلاني هذا يقول لين حصلت ورقة مناسبة ونفس مواصفات الشهادة بالضبط ولكن الآن اللي يحتاج علي أني أنا أصمم الشهادة وأكتب اسمي عليها وأزور التوقيع اللي محطوط عليها المهم يقول مهند بحثت عن مكان أطبع فيه الشهادة هذه ويكون المكان هذا الأحد من الشباب اللي موجودين في الجامعة عشان برضو ما يشك فيني ويبلغ الشرطة يقول رحت للجامعة والجامعة يقول فيها مكتب صغير أقدر أطبع فيه والمكتب هذا مخصص يعني للطلاب فيه كمبيوترين وتقدر تطبع فيه اللي تبقى طابعة يقول طاق 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 وأطبع اسمي عليها يقول تطلع لي طبق الأصل وطابعت لي ملون نفس الألوان اللي على الشهادة قل واخذ الورقة هذه وأروح لبيتنا وأناظر التوقيع هذا وأحاول أجرب كذا مرة يقول صدق لاحظت بعد ثاني توقيع ثالث توقيع إني قدرت أطبق التوقيع هذا طبق الأصل يقول وحط الشهادة وحط التوقيع يقول إلا التوقيع طبق الأصل بالضبط وكني أنا حامل الشهادة هذه ولكن مشكلتي الآن وين في أنا صدقة خدت الشهادة ولكن ما عندي لا مهارات ولا خبرات يقول ولكن حملت مسؤولية أني أنا صدق عندي شهادة بدون خبرات يا أخي حرام يقول فستمريت وخليت الشهادة هذه معي لين بعدين يقول يستمر الشهر الثاني الثالث لين انتهى وقت تسليم الشقة حقتي وبعدها أطلع وأصرف نفسي وقلت أني راح أرجع للديرة اللي ساكنين فيها أهلي ولكن ما راح أقول لهم نهائيا أني أنا أرجع المهم جاء وقت لأسلم فيه الشقة حقتي وأسلمها للمكتب اللي ماسكها وأنا راح يحلق قعد تفكر قلت الآن لو أرجع عند أهلي بالشهادة المزورة هذه أنا راح أعيش عند مين وراح أقعد عند مين وأحس يوم من الأيام أبوي راح يعرف الشيء ذا أو أني أتصل على أمي وأقول لها الموضوع كامل ولكن أخاف أمي تزعل وتروح تقول لأبوي ويه ما تدري يقول قعد تقلب هذا الموضوع في راسي وكان معي مبلغ بسيط أقدر أجدد فيه الشقة ثلاث شهور ولكن هل راح أستفيد أو لا وبرضو إذا دفعت فلوس هذه حق الشقة ما راح تكون عندي فلوس لتذاكر الطيرات وأنا رايح لو قاعد أفكر وهوجس كده بتفكير عميق كثير أنا شهادة مزورة وعندي وأقدر أسكت أبوي في أي لحظة يطلب مني الشهادة ما عدري وش أسوي ولكن شلون أخاف أروح مدة ثلاث سنوات أقعد متخفي وأمر من عند بيت أهلي ولا أدخل على أبوي يا أخي أحس لنا شوي يقهر الموضوع قلت تدري شلون؟ خلني أجدد ويصير ليصير بقعد ثلاث شهور هذي حاول أشتغل فيها لين يفتحون السنة الجاية الجامعة وأقدم إذا قدرت المهم رحت للمكتب هذا وقلت لأني أنا حاب أجدد ثلاث شهور كان لي خلاص تمام ووقعني على العقل تسعين يوم بالضبط قبل التسعين يوم لازم قبلها بخمسة عشر يوم أجي أبلغ وأقول له أني خلاص معاد راح أجدد وبنظامهم كذا واتوقع النظام هذا برضو موجود عندنا قلت لأوكي الله يعطيك الفعافية يقول وأطلع واروح للشقة حقك يقول طبعا أنا قعدت فاضي في الشقة ما في أي شيء أسويه ما غير أتفرج على التلفزيون وأشوف الأفلام أو إني قاعد آكل أو نايم يوم الأيام قلت خياخي خلني أطلع أمشي على رجولي شوي وغير جو يقول وأطلع أمشي الصبح وكان الجو مرة حلو يسمع صوات الأمطار والجو رهيب الأبعد درجة يقول والناس تمشي يقول والأمور زينة يقول صرت أسوي رياضة المشي هذه بشكل دائم يقول خلال أسبوع وسبوعين في شخص يسوي رياضة المشي معي في نفس الوقت اللي أنا أطلع فيه وصار دائما يسلم عليه وأنا أسلم عليه وبعض الأحيان أنا أسولف معه يقول في يوم من الأيام وأنا قاعد أمشي مع الشخص هذا يقول وأنا أمشي معاه سألني وقال لي أنت وين تشتغل فيه ولا شقاعد تسوي هنا قلت له والله أنا ما عندي لا شغل ولا مشغل كنت أدرس وانفصلت بسبب مشكلة صارت لي في الجامعة والآن فاضي عاطل ما عندي أي شيء يقول مهند فضولا قلت له وانت وين تشتغل قال لي أنا دكتور نفسي وعندي عيادة مخصصة للطب النفسي ولكن ما أقبل أي أحد وأنا أختار الأشخاص بنفسي اللي أبغى عالجهم قلت له يا أخي شلون يعني قال يعني أنا أبغاها هواية أكثر مما هي وظيفة ما أبغى فيها أي مكاسب مادية قلت له زين الله يوفقك وشكرا على الشيء اللي قاعد تسويه قال لي طيب ليه ما تحاول تشتغل منه ومنه تجمع لك فلوس وتحاول تأسس نفسك توق شباب يا أخي والدكتور هذا طبعا عمره كبير شوي ممكن عمره يوصل للسبعة وخمسين ثمانية وخمسين سنة تقول ولكن من كثر الرياضة اللي يسويها ما بان عليه أي شيء قلت له طيب يعني وش أشتغل وش تنصحني أشتغل قال شف بي أشياء بقولها لك بعدين ولكن الآن خل ركز على الأشياء البسيطة رح اشتغلك في المحلات اللي هنا ولا حرك نفسك ولا افتح لك بيزنس سوي لي تقدر عليه واكتشف نفسك أنت موهوب فيه إيش بالضبط قال لي تقدر تعددلي الأشياء اللي أنت موهوب فيها وانا رح أوجهك يقول أنا خفت أقول له أني أنا أعرف أقلد التواقيع وأعرف أقلد الخطوط الناس اللي يكتبون يعني بيقول لي في الأخير أنت مزور سكت ولا قلت لأي شيء قلت والله مواهبي مو كثيرة مرة وأنا حس أني محدود المواهب وما أدري إيش يقول ناظر فيني كذا الدكتور وقال لي قال لي أنت يا مهند حتاج جلسة عندي حدد لك يوم تجيني وأنا راح أجلس معك ونسولف أنا إياه يتنا بإذن الله يقول رحنا وخلصنا رياضاتنا وراح الدكتور بيتها وأنا رجعت البيت يقول وأنا قاعد أفكر في الدكتور وأقول ليه قال لي أني أنا حتاج جلسة علاجية هل من الممكن حرف أني أنا كذبت عليه وغبيت بعض الأشياء اللي داخلي أو أنه ممكن يبغى يجرب عليه أحد العلاجات اللي عنده قلت يا رجال خلى بس وصرت على أيامة حشا ما أبغى قابلة عشان ما يقول لي تعال عالج عندي أو تعال خنسولف أنا إياك صرت أطلع فيه وقت مختلف عن الوقت اللي يطلع فيه هذا الدكتور يقول وأنا جالس تحت يقول فيه مكتب صرافة حق فلوس عندنا تحت العمارة يقول سألته وقلت له هل تعرف الشخص اللي مر هنا كبير في العمر ويقول إنه دكتور قال لي إيه هذا الإنسان معروف نعم هذا دكتور وشخص يعني ذو علم وخبرة جيت له زين زين الله يعطيك العافلة فأيقنته الآن إيقان تام أن الدكتور هذا الدكتور نفسي والكل يعرفه وخفت زيادة ولا أبغى روح له ولا أبغى جلس معه وصرت أتحاشاه علمهم مرة الأيام حصلت لي وظيفة في مصنع مخصص للعطور يقول وصرت أشتغل معهم في هذه العطور وعبيها وأشتغل معهم شغل كثير يقول كانت شغلت نجينا عطور عبوات فاضية وحنا اللي نركب المحلي لحقتها ونركب لين نوزن العطر ويجي واحد خبير يشم العطر ويقول ايه نعم هذا العطر اللي احنا نبغاه المهم اشتغلت في هذا المصنع ما يقارب شهر ونص وأنا شغال في هذا المصنع يقول مهند بيني وبينكم تعلمت كيف قاعدين يركبون العطور هذه يقول صرت أشتري الأنابيب هذه الفاضية بمبلغ بسيط مرة وركب لي كذا كذا عطر وأصير أبيعة في الشارع يقول صرت أدخل فلوس من هذه العطور يقول بعض الأحيان الفلوس أكثر من الفلوس اللي يعطوني إياها الوظيفة قلت ما رح أتخلى عن الوظيفة ولا رح أتخلى عن شغلي في العطور هذا بما أنه قاعد يدخلي فلوس رح أخليه أجار للشقة في الأيام الجاية لين يفتح تقديم الجامعة وأرجع أقدم وأعيد المحاولة يقول المهم في يوم الأيام وأنا قاعد أبيع عطور فجأة يجيني شخص ويشتري مني يقولوا شرى مني حوالي أربع عطور يقولوا راح وخلاني هذا الشخص يقولوا المهم رحت لبيتنا ونمت وصحيت أبغى أروح الآن لدوامي العمل حقي اللي أشتغل فيه يقول فجأة الشخص اللي شرى مني العطور قابلني في الدوام محل الوظيفة حقتي وجاء قال لي بالحرف الواحد هذا قال لي أنت مفصول من سمح لك تأخذ منتجاتنا وتستوحي نفس عطوراتنا وتبيحها برة فأنت مفصول من الآن ولا عاد أشوف وجهك في ذي المكان أبد يقول والله هضاقت علي الدنيا وكانت حاسب حسبة كبيرة مرة إن هذي روح تقفل الشقة لين تبدأ الدراسة والوظيفة راتبة يعني مو مرة فأجمع الثلين ووظيفة والشغل وتقفل أغراض الشقة قلت هل أتصل علي لي وأطلب فلوس والله ما يعطوني قلت الشكوى على الله وصرت أقعد في البيت ولعد لي خلقه بيع عطور وقلت يصير اللي يصير يقول ولعد صرت أطلع أمشي ولا أغير جو ولا أتحرك ولا أسوي أي شي يقول بعد مرور ثلاث أربعة سابيع يقول لاحظت إني صرت إنسان سلبي وصرت أفكر بطريقة سلبية مرة وصرت أفكر أقول يا أخي أنا وش حطني هنا وأنا ليه قاعد يصير معاي كذا وأنا وش سويت في حياتي عشان يصير معاي كذا هل المشكلة من أبوي وغضب العارم علينا أو المشكلة من عداوة إخواني علي أنا وش صاير معاي يقول حبة حبة إلا ما أدري إلا أنا داخل في اكتئاب وصرت أكره نفسي وصرت ما أحب نفسي مرة يقول وأي شي أشوفه أقول يا ولد أنا ليه أكل كثير وليه أسوي كذا وبعدين طيب أيوة أيوة وبعدين اشتغلت وجبت فلوس وجبت شهادة وبعدين يقول لحظت أني دخلت في دوامة اكتئاب والاكتئاب هذا صار حاد علي يقول جاه في بالي الدكتور اللي أول كان يمشي معاي تحت قلت يا أخي خلني أتواصل معاه وأشوف وش وضعه ممكن عنده حل لأني أجمعت الخير في البداية ما كنت أحس بالاكتئاب نفسه وما كنت أشعر فيه نهائيا ولكن يوم لاحظت تصرفاتي وقارنتها بقبل خمس شهور يا أخي مو أنا مهند اللي أعرفه نهائيا مختلف وقلت خلني أروح أكلم هذا الدكتور وممكن عنده حل يقول والله واروح للدكتور النفسي هذا واطق عليه الباب يا دكتور أنا مر بحالة نفسية وضغط قوي مرة تكفى إذا عندك علاج ينقذني يقول قال لي الدكتور كذا هو يضحك قال ويش مشكلتك يعني ويش مشكلتي قلت لأني أنا أحس بضغط ومدري إيش قال يا رجال قبل شوي طالع مني واحد متوفين أهلا كلهم في حادث كلهم ميتين وانت جاي على الضغطات البسيطة هذي موضوعك مرة سهل يقول يوم قال لي موقف الشخص اللي قبله شوي يقول قلت في نفسي الحمد لله أنا بحالة ممتازة قال لي يدخل يدخل يقول ويجيب الله يسلمكم حقة القهوة ويصب لي قهوة ويعطيني يقول المم قدم لي القهوة وعطاني إياها وصرت أشرب قهوة وأسولف معاه وقول لي يا دكتور أنا صار معاي أني أنا صرت أتحاشى الناس ولا عد أبغى أقعد معهم وصرت منعزل وصرت كذا 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 والسبب هذا بعد ما انفصلت من الوظيفة يقول قال لي الدكتور أنت تدري مشكلتك مشكلتك استسلامي بحث هل عندك أحداث صارت معاك في الماضي سببت لك الصدمات هذه قلت له لا ما في أي صدمات في الماضي ولا أي شيء أموري زينا قبل ولكن كان يعني أبوي شديد شوي بس قال لا لا أبوك ما لا دخل في الموضوع الموضوع فيك أنت هل فيك صدمات نفسية قبل سنة سنتين قلت له لا والله يا دكتور ما فيني أي صدمة ولا أي شيء قال ولا تعرضت المواقف قلت له ما تعرضت لأي شيء يقول المهم حلل حالتي هذا الدكتور وصار يعالجني بالكلام وصار يقول لي لازم كل يوم الصبح تطلع تسوي رياضة وتغير روتين حياتك اللي قاعد فيه هذا وتحاول تكون شخص اجتماعي ودائما اختر المجموعات اللي فيها الناس راح يفيدونك وزيدونك علم فانت بهتطيح مع الناس السيئة قال له كيف يا دكتور قال انت بس خالط هذولي ومخك راح يتغير ابحث لك يقول كل اسبوع حاول تطلع وتبحث لك عن ناس كويسة في العلم قلت له يا بشر يا دكتور وخطت كلامه يعني في محمل الجد والله شكل الدكتور هذا عنده نظرة علمهم واطلع من بيتنا وقلت وين راح حصل الناس اللي عندهم علم راح حصلهم في الجامعة طبعا الجامعة حقتنا ترى مفتوحة عادي أي واحد يدخلها من الشارع بس الكلاسات اذا جاء التحضير يعرفون ولكن ترى الجامعة مفتوحة لأي شخص علمهم واروح الجامعة وانا في طريقي في الجامعة صرت ذكر ايام يوم كنت اروح الجامعة واتذكرت الشهادة اللي كنت انا مزورها ومغبيها واتذكر تخصصي كان مخصص بالادلة الجنائية او العدالة الجنائية وكنت ارى نفسي اندرج تحت هذا التخصص لاني احس نفسي فيه يقول راح تابحث عن ناس في نفس هذا التخصص وصرت ابحث عنهم مكتوبة اقسامهم واماكن الاستراحة مكتوب فوقها ادارة اعمال حاسب آلي عدالة جنائية ادلة علمهم مكتوب كل التخصصات فوق البيبان حقتهم يقول رحت لين حصلت التخصص هذا الناس اللي يدرسون اللي هو ادلة جنائية او عدالة جنائية يقول وادخل معهم واسولف وحاول اتعرف على شخص شخصين ثلاثة اشخاص عشان اقوي حالتي الاجتماعية ابغى اكون اتخالط مع الناس بشكل سريع يقول علمهم صرت اختلط بناس هناك موجودين يقول فيه شخص هناك اسمه سليم يقول سليم هذا جذبني شوي شخص محترم امرتب خلوق وحايد تسولف معاه يعطيك ماهو من الشخص اللي كده متكبر وكان اخر سنة له في هذه الجامعة يقول بحاولت اتخالط مع سليم هذا بشكل كبير قلت له سليم يعني كيف يندرج هذا التخصص وكيف تسوي وصار يعلمني ويشرح لي يقول كلامه جازلي التخصص شوي ولكن السنوات اللي راح اقعدها والله كثير اربع سنوات وانا اصدر رايحة مني سنة المهم سليم هذا ما قصر معاي في اي شي اي شي اسألة كان يعطيني ويعلمني وبرضو في شي ماعرفاه يقول ياخذني بيدي وديني الدكتور يسأل الدكتور نفسه والدكتور يجاوبني يقول صرت اسألة يعني انتو كيف تدرسون قال احنا تخصص نهتم في الادلة الجنائية اللي داخل الاماكن اللي تكون فيها الحوادث الامنية مثلا تفتح باب الغرفة تحصل واحد ميت تشوف الفرشة تشوف الشباك تشوف الدخان تشوف تقول اشياء كثيرة وتجمع الادلة هذه وتربطها مع بعض وتحاول تقرب للمحقق من القاتل نفسه يقول فهذا تخصصنا يندرج كذا يقول ولكن التخصص هذا يحتاج صبر ولازم يكون عندك شوي اي كيو يعني لازم يكون عقلك شغال 24 ساعة يقول وتصير اتراقب كل شي وتصير حساس حتى في تصرفاتك جيت له جميل والله المهم انا اتعمقت في التخصص هذا شوي ورحت للبيت وصرت اتعلم عن هذا التخصص بشكل كبير تعليم ذاتي يقول الحالي كنت دايما افتح الجوال واقلب وابحث واشوف المناهج اللي يدرسونها في الجامعة يقول وحاول اشوف مقاطع تشرح الاشياء هذي يقول ما حصلت مقاطع كثيرة يقول ولكن كنت احصل بحوث تتكلم عن التخصص هذا وبرضه كنت اخذ نفسي واروح المكتبة وحاول اتعلم يقول بعد اسبوع لازم اروح اقابل الدكتور مرة ثانية يقول والله واروح للدكتور واجلس معه مرحبا يا دكتور والله يا دكتور اني صرت كذا 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 وصرت احب اتعلم وتحرك قال ليه نعم استمر على هذه الحالة لين بعدين وراح نشوف ان شاء الله بتحسنات معك يقول واطلع من عنده وارجع اكمل بحوث يقول والله العظيم اني صرت ادرس ليل نهار المهم يقول صرت اتعلم ليل نهار تعليم ذاتي المهم في يوم من الايام يقول مهند اللي يطق عليه باب الغرفة طاق 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 يا ولد منه ذا ويطق طاق 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 والطاق مذعج وجيت كذا طلعت وانا ضايق مرة وافتح الباب شك شك وافتحه اللي في وجهه يا جمعة الخير اللي هو سليم اللي معاي في الجامعة قال لي اسمع انت فاضي ولا مشغول قلت له والله مثل ما انت شايف مرة فاضي عسى خير وش فيك قال ابغاك ابغاك يقول يدفني على جوه ويسكر الباب يقول نقعد يقول لي سليم اسمع في فرصة بتكون حلوة لي ولك وانا لاحظتك يا مهند ما شاء الله عليك ذكي بتعلم بسرعة وتفهم بسرعة وتفكيرك سريع فاحتاجك يا مهند تشتغل معاي في هذه الشغلة يقول قلت له عسى خير وش السالفة قال في قضية يبغونا نحقق فيها واذا حققت فيها راح يعفوني من الترم الثاني اللي هو حق التطبيق فقلت لهم خلاص انا احتاج شخص يساعدني وشرطوا علي ان الشخص اللي يساعدك ما يكون من داخل الجامعة فقلت لهم عندي وسجلت اسمك وسجلت عنوانك قال ليه سجلتها قال لا 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 تخاف الامور هذه معتادة يقول كذا مرة سووها تيجي قضيات لم تحل يجبوننا احنا الطلاب والشخص اللي يحلها يسجلون اسمه انه يحل هذه القضية ويعطون عليه مبلغ مادي كبير فقلت انا يا سليم اني والله ما رح انساك يا مهند بما انك شخص تحب تتعلم وتحب تدرس فهذه ممكن يوم من الايام تطلعك ممكن يوم من الايام تجيب لك شي حلو مرة وممكن تختصر عليك اصلا الشهادة صدقني يا مهند ما رح اقصر معاك بس خلنبدأ تقفى قلتهم قال لي خلاص زين اخذ هذه الورقة ووقع عليها يقول والله اخذ ورقة دي ووقع عليها توقيع ترك واعطيه اياه قال لي خلاص موعدنا باذن الله بعد ستة ايام تكفى يا مهند اني طالبك لا تسحب علي وخلك معاي في هذه القضية يقول قلت لنفسي يا اخي مستحيل لنحل هذه القضية وش بيجبولنا قضية ونقعد نحلها اكيد انها صعبة وانا ما افهم في هذا الشي بما ان ما حلوها المحققين فاكيد احنا ما رح نحلها قلت يلا ننتظر ونشوف المكتوب يقول وانتظر خلال اربع خمسة ايام اللي يجيني سليم البيت من جديد طاق 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 يلا امش معاي قلت وين نروح قال امش معاي الان ابغاك بروح نبدأ في المهمة هذه ونباشرها صدق وانزل قلت لا احصل في وجهي سيارة شرطة يا ولد انت بتسجنني ويش سيارة شرطة دي قال يا اخي ما عليك امشوا بس قال هذول اللي لازم يكونوا معنا عشان يدخلون المكان اللي فيه الجريمة قلت لا يا الله اروح معاك اروح معاك يقول وادخل معهم سيارة الشرطة ويسكرون الباب وكانوا فيه عسكريين قدام وحنا راكبين وراه يقول كأنه متهمين ماخذينهم ودينهم السجن يقول المهم يمشون يلفون يمين يسار يمين يسار يقول بعد مرورة 40 دقيقة الا نوصل لمنطقة الحادثة يقول منطقة من زمان صايرة فيها الجريمة ولكن لازم نحقق فيها وامسك يد سليم اليمين وهو كان علي ساري طبعا يقول وامسك يده واضغطه بقوة شوي سليم يمسك يدي يقول لي مهند لا تخاف والله انه نقدر باذن الله بس روّق انت والامور شهلات يقول صارت فيني ربكة وخوف غير طبيعي انحطيت في مكان ما هو مكاني قال لي سليم يلا انزل يقول طرق طرق وننزل يقول شوي يجوا العسكريين ويمشون معنا اللي يكلمون الناس جوا قالوا ان هذول يتبع الجامعة اللي نجيبهم كل سنة يشوفون الجرائم اللي صارت في العونة اللي فاتت يقول لهم قالوا خلاص روح هناك على يمين في مكان تلبسون فيه نفس كذا القماش الابيض وحقة الشعر والقفازات واتجهزوا يلنا لهم خلاص زين يقولوا الله وندخل على يمين ويلبسونا ذالي في الاحذية ويلبسونا قميص ابيض ويلبسونا نفس هذه اللي يحطونها على الراس ونلبسوا القفازات يقول لهم هم قفلين مرة يقول يا رجل حتى الشعر مستحيل انها تنزل واتطيع الارض يقول ليلة المكان هذا اي شي يصدون فيه له ثمن ما يبغون يلوثون البصمات الموجودة في المكان المهم يقول مهند نظرت في سليم كذا قلوه متحمس ويشد يقول والله ان شاء الله اني بحلها مهند شد حيلك ها ابغاك تركز معاي رح نقعد في ذا المكان ما يقارب ساعتين قلت لخلاص بشر يقول يوم شفت سليم متحمس قلت هقول حمس نفسك ويلا روح واش قعد تنتظر يقول المهم قربنا لم البيت اللي فيه الجريمة يقول البيت عبارة عن فلة وفيها مسبح تحت يقول من عند الباب حق الدخول حق بداية الشارع لين الباب اللي يدخلك عالبيت ما يقارب 15 متر يقول البيت كبير مرة ويقولون الجريمة صارت في الدور الثاني يقول لي سليم يلا امش معاي يقول وانا داخل ومشغل عقلي لأبعد درجة ومع شوي توتر يقول صايرة ناظر المسبح وناظر مكان نظيف مرة يعني ما يدلم فيه جريمة يقول وادخل ورقة الدرج تريك 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 ورقلين الدور الثاني يقول سليم سألهم قال لهم اي باب من هذه البيبان حق الغرفة قالوا له هذا الباب يلا ادخلوا وباشروا عملكم واذا خلصتوا علمونا قال له سليم ابشر يقول قال لي الله يلا يا مهند شد حيالك يا ولد وش فيك كذا قال يلا مهند شد حيالك ترى بس يبغون يعرفون وش اسلوب القتل اللي صار هنا ما يبغون يعرفون من القاتل هذا امور التحقيق قلت له يا بشر ما يصير خاطر كله طيب يقول سميت بالله ودخلت لهذا المكان يقول اول ما افتحت الباب شك شك ودف الباب الا الدم منثور على الفرشة كاملة يقول لا اخفيكم المنظر كان مهيب ومخيف منظر مخيف الابعد درجة كل مهم وادخل هذا المكان وانا خايف ومتقطع خوف وناظر في المكان وناظر في الهيئة المكان يقول مكان نظيف بس عليه دم يقول مكان نظيف مرة ولكن الدم انتوا ترف كل مكان وفيه بعض الاشياء اللي طايحة المهم يقول مهند الا سليم يقول لي يخذ هذا البوكس الاول والبوكس الثاني هذه الصندقة جمعة الخير اللي هي يحطون فيها البصمات يخلفونها ويحط عليها البصمات يقول لي شوي يفتح الباب واحد من العساكر وقالنا ترى الجريمة لها مقارب ست ساعات قال ولحقوا قبل ما تختفي الادلة كلها لان ادلة الدم لها فترة محددة ولازم تاخذها قبل ما تختفي العناصر هذه المهمة يقول المهم ويفتح سليم ويطلع الكاميرا ويطلع هذه المربعات اللي يحطونها ويطلع اشياء كثيرة يقول اصلا مرسوم في الارض المكان اللي طاحت فيه الجثة ويحصلوها فيه ولكن الان يبغونا نخطط عشان نمسح المكان فقط يقول اول ما شفت الصندوق حقة البصمات والكاميرا والاشياء اللي طايحة تذكرت الاشياء اللي كنت اتعلمها في الانترنت تعلم ذاتي وكنت اشوف فيه ناس يعرضون احداث مختلفة يقول برضو فيه ناس كانوا يبحثون على الانترنت ويحصلون بصمات مختلفة يعني خارج الصندوق في الاخير تصير ايه الدليل اللي يثبت ان هذا الشخص قتل يقولوا المهم فقرينا التقرير اللي عطونا اياه ويكتبوه اللي قبلنا يقول كانوا يقولون ان الشخص هذا حاول يموت نفسه يعني قتل نفسه ومات يقولوا لكن انا في عقلي اشوف الدم اتشير كذا يقول انا في عقلي لو في واحد مثلا بيرتكب جريمة في حق نفسه بيكون لاصق في الجدار بيكون داخل دورة مياه المهم بيكون في الاماكن هذه جوه الغرفة يا اخي مستحيل شوي يقول فكانت الاحتمالية بنسبة 30% ان فيه شخص قتل هذا الشخص ولكن يبغون يمسحون المكان ويأكدون انه صدق لقتل نفسه ومكتوب برضه في التقرير ان المكان ما فيه ولا بصمة خارجية ابد المهم يقول صرنا ناخذ الادلة ونحطها جوه كيس ونحطها داخل الصندوق يقول جبنا البنفسجية هذه وحطناها على المكان نبغى نشوف البصمات يقول صرنا نشوف بصمات يعني مختلفة شوي يقول مهم حصلنا وطيات الرجول في الارض الشخص ما لبس اي شي يعني ما هو لابس لا شراب ولا نعال يقول حصلنا بصماتها برضه على المكتب وكانت بصماتها على المكتب والكمبيوتر بصمات كثيرة مرة وقام سليم يسجل تفاصيل كثيرة قلت له سليم معليش سجل ان فيه بصمات كثيرة على الطاولة للشخص نفسه قال يعني بتفيد مرة قلت سجلها وبعدين بنرجع لها يقوله صار سليم يسجل وقال مهند السليم معايش سليم ابغفت على الكمبيوتر يقول مهند خدت نفسه وقربت لما الكمبيوتر يقوله افتح الجهاز طبعا قبل ما افتح الجهاز لازم اخذ البصمات كلها على الجهاز يقول صدق كانت بصمات الشخص نفسه على الجهاز ما فيه اي بصمة ثانية يقول وافتح الجهاز واشوف السجلات البح تلي كان يبحثها الشخص هذا وبرضه قاعد اشوف وش الاشياء اللي كان يتابعها في الفترة اللي فاتت يقول موام دخلت على جوجل وشفت السجلات حقاته ولي قاعد يبين لي أن هذا الشخص ما هو قاعد يمر بضغوطات نفسية لأن الأشياء اللي كان يبحث عنها أفلام مسلسلات أشياء حق التسلية ولو في ضغط نفسي ما كان حصلته يتابع ذا الأشياء بشكل مستمر يقول واسجل التواريخ واسجل الوقت اللي شاهد فيه هذه الأشياء كلها شوي سليم يناظر فيني ويقول لي كان لي مهند يا ولد أنت قاعد تسجل أشياء كثيرة أحسها ما راح تفيد يلا هذه كلها راح تفيد بعدين يقول لهم شيء الآن نجمع الأدلة هذي كلها ونطلع من المكان عشان أهم برضو يشوفون شغلهم يقول صورت المكان زاوية زاوية وكن دايماً أتذكر الأشياء اللي كنت تابعتها وقريتها والزوايا المحددة وكيف تشكل وكيف تبدأ للاضطرابات وأشياء كثيرة قل مهم قلت ميت سليم أحتاجي نسخة من التقارير هذه أحتاجها تكفى قال لي ليه قلت لها أحتاجها لتروح وفي وقت وجيز إن شاء الله خلال 24 ساعة أسلمك الأوراق هذه قال لي أبد ما عندك مشكلة يقول صرت أقلب في المكان وأدخل دورة المياه الله يكرمكم وأراقب دورة المياه البيت نظيف يا أخي ما هو قاعد يبين إن الشخص هذا فيه اضطراب ليه يقتل نفسه وقلت فيه شيئين يقول طبعاً الأشياء هذه اللي أسويها ترى أشياء ما هي مطلوبة مني بشكل كبير ولكن أنا بسبب أني أحب أتعلم قلت يا أخي خلني أحرك مخي دام فيه قضية على أرض الواقع قلت أبغاك تكلم الشرطي يرسل رسالة للبنك اللي فيها الشخص هذا يتعامل معه ويسأل هل الشخص هذا عنده ديون أو لا يقول فهذه أكثر حالات الانتحار تصير بسبب الديون يقول قال لي خلاص تمام يقول صد سليم يطلع وينادي العسكري ويقول يال خلاص أعطوني عشر دقائق وروح أبلغكم يقول وراح العسكري يخلص أموره هذه يقول وإحنا قاعدين نشتغل ونضف الأغراض والرتب نحط الإنارات ونمسح البصمات قلت يا أخي لو أنا مجرم وش راح يسوي عشان أخفي بصماتي هذا السؤال قاعد يراود مهند طول الوقت قلت يا أخي أنا مجرم كيف أخفي بصماتي ولا حد ينتبه له لو بقتل أحد وهل الضحية برضو طويلة وقصيرة يقول رحت أشوف في الأرض وقص طوله وطايح يقول طوله من قرابة المئة وستين للمئة وخمس وسبعين يقول فجأة للعسكري يجينا يقول لنا إن الشخص هذا اللي مات ما عليه ولا دين وبالعكس أموره المادية ممتازة قلت خلاص زين يعطيك العافية بعد ما جمعت الأشياء هذي كلها والبصمات وكل شي موجود في الغرفة سويتها وأي شي يسوونه المختصين سويتها بهذا المكان يقول سليم بدي يستسلم شوي يقول في البداية كنت أنا المستسلم ولكن يوم أن حطيت على أرض الواقع صرت أنا لي أشتغل أكثر من سليم وصرت أعمل وحط وأدقق وأركز على أقل التفاصيل المهم قلت ميت سليم خلاص يلا مشينا ترى خلصت الساعتين قال يلا مشينا قلت سليم تكفى قل لهم أني برجع لهم بعد أربع ساعات وأبغاك تكون معاي خلاص قال خلاص تمام بس ليه قال بس موضوع صغير راح أشوفه وأرجع يقول طلعنا من عنده وخذتنا الشرطة ورجعتنا عن بيت ونزل سليم معاي في بيتي يقول قلت أنا أسمع سليم لا تطلع من عندي أبغاك تعيش معاي الفترة هذه الآن راح نروح للدكتور نفسي الدكتور النفسي هذا خبير مرة ويقول إنه كويس في كل شي فأبس ألع عن العادات النفسية اللي صارت للمجرم هذا يقول شوي اللي سليم قال لي والله تصدق والله فكرة يقول ولكن ترى أنت قاعد تسوي أشياء ما هي مطلوبة منك قال يا أخي أنا أبغى كده أنا أحب الشغلة هذه وأبغى أشتغلها قال له خلاص تمام وصدق مهند زي اللي يقول لك ما أصدق على الله يحصل جريم على أرض الواقع المهم راح مهند وسليم لين الدكتور ذا طاك 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 اللي يفتح الدكتور مرحبا هلا مهندو وجايب معاك اليوم ضيف حياكم الله دخل دخل يقولوا ندخل في المكان الهادئ المخصص لهذا الدكتور وتحس براحة نفسية ويقول والعادة المعتادة من هذا الدكتور صب القهوة ويعطي هنا قالوا ش عندكم قلت لدكتور أنا أحتاج منك شغلة وبغى كتركز معي فيها الآن إحنا عندنا جريمة وصار يشرح للسالفة أنه عندنا جريمة وفي شخص مقتول وهم طلبوا منا بس الأدلة الموجودة والمسح العادي قلت لأ أنا أبغى أعرف بس هل هذا الشخص مقتول أو أنه سبب خطر لنفسه قال لي طيب اشرحوا لي اللي عندكم يقول صرت أقول لأني لاحظت بصمات كثيرة على المكتب يقول على طول الدكتور قال لي هذا الدليل أنه الشخص عملي والشخص العملي مستحيل يمر بحالة اكتئاب بما أنه يتحرك على المكتب واجد مستحيل أنه يكون عنده أي اضطراب يسبب هذا الشيء قلت لأنا قلت نفس الكلام حقك أنه مستحيل يا أخي إن فيه شخص مكتئب يسوي الشيء هذا في نفسه قال إيه نعم يقول برضو قلت للدكتور زيادة على كذا أنا سويك سيرش وبحث على جهازه ولاحظت أنه يبحث عن أشياء حق التسلية يعني مستحيل يسوي هذا الشيء بنفسه قال برضو نعم كلامك صحيح المكتئب مستحيل يبحث عن الأشياء هذا طبعا هو قاعد يتكلم مو عن اللي يكتئاب بسيط لا يتكلم عن الاكتئاب اكتئاب هذا طيب يا دكتور هل ممكن هذا الشخص بعد هذه الأدلة اللي طرحتها لك ممكن أنه سبب خطر لنفسه قال لا مستحيل ولكن بسألكم سؤال اسألوا المكان الموظف فيه هذا الشخص هل أهو داوم في اليوم اللي قبل أو لا يعني حضر الدوام أو لا يتلقى بشر يقول صار سليم يتواصل مع الشرطة ويقول لهم نبغى نعرف هذا الشيء يقول تواصل مع الشرطة وقالوا إيهم داوم وكان وضعه تمام يقول مهند شوية يشتغل مخي يتمعني سليم اسألهم التحضير عندهم كيف سلوبه وصدق سليم سألهم قالوا التحضير إن كل شخص يوقع جنب اسمه يقول أول ما قال يوقع تذكرت أني أقوى واحد أعرف أكشف التوقيعات هذه فقلت يسمحون لي بس أبغى الورقة اللي يوقع عليها الشخص هذا يقول شوية قال الدكتور ميدي باستغراب قال لي طيب يعني وش تبغى تعرف قال لا في استنتاج رح أطلع من المنطقة هذه قال لا أبدا سوي لي تبغى يقولوا نطلع على طول ونأخذ الورقة وأروح البيت الشخص هذا اللي مات وأدخل على غرفته وطبعا استأذنت منه يقول بس كل شيء بس كل شيء خصه مدخلت دخلت على الجهاز حقه صرت أبحث في الإيميل عنده على توقعات خاصة فيه أو توقعات إكترونية مارسة عن طريق الإيميل يقول أني لاحظت العمله تجاري فأكيد أنه راح تكون له معاملات عن طريق الإيميل وحصلت توقيع الشخص هذا يقول وأرفع التوقيع هذا وأرفع التوقيع هذا صار التوقيع هذا يختلف عن التوقيع هذا بأسلوب التوقيع يقول أن التوقيع اللي موجود في الورقة توقع باليد اليسار والله شيء خطير يقول أني أنا أشوف ميلان القلم على يسار واللي موجود فيه التوقيع الإلكتروني ضغطتها كانت من التوقيع على اليد اليمين لا 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 الموضوع فيه مشكلة ومستحيل أن هذا الشخص يسبب هذا الخطر بنفسه تبر الموضوع شوي ورحت للدكتور وقلت للكلام ذا استغرب الدكتور مني وانبسط قال يا أخي ما شاء الله عليك يا مهند شيء جميل اللي قاعد سويه أبدا تقدم وإذا احتجته شيء أو شيء خص العلاقات الحكومية بلغوني قلنا أبدا يعطيك العافية يقولوا المهم طلبت منهم أن يودوني للشقة حقتها مرة ثالثة في شيء في رأسي أبغى أشوفها لإني قد قريت أبحاث وأسلوب إجرامي كانوا يسوونها قبل وبحط زيادة ممكن يفيدني أنا وسليم بعدين يقول مهم دخلت الغرفة يقول رحت أبحث على أطراف الفرشة لأن الحل في أطراف الفرشة يقول ولاحظ في أطراف الفرشة لاحظ نفس اللي كده مخروجة الفرشة كده فيها خرقين من هنا ومن هنا مخرومة خرم واضح أنها مسحوبة قيت ميد سليم لحظة شوي عرفت الأسلوب اللي مات فيها الشخص ده قال شلون؟ قيت بعلمك شلون قال جب لي تاريخ متى شراء هذا الفرشة ومتى سكن هنا ورحت واصل محقين العقار وقالوا له أن البيت هذا وفرشوه قبل الجريمة ممكن بستة وسبعة شهور قال زين راح مهند عند الباب ولاحظ فيه خدوش على أطراف الباب خدوش إيش هذي؟ خدوش الفرشة والخدوش هذي كانت خدوش حديثة ما هي خدوش قديمة في اكتشف مهند شي عظيم مرة اكتشف أن الشخص هذا مقتول برا الغرفة وبعدين المجرم بعد ما اقتله حطه على الفرشة هذي وعلق الفرشة بنفس السيمة والحديدة ولبس لبس عشان ما يتعلق فيه بصماته وسحب الفرشة ورقها لين الدور الثاني والشخص الميت موجود عليها واللي قتلوه كانوا شخصين شخص في الطرف الأول ماسك الفرشة من الجهة هذي وشخص في الطرف الثاني ماسك الفرشة من الجهة الثانية أتمنى أنكم فهمتوا عليه بعطيكم الاستنتاج بشكل قوي نفترض أن هذه الورقة فرشة في أجمعات الخير شق هنا وشق هنا وفي في الجهة الثانية برضو شق هنا وشق هنا معلقينها من هنا بصيم قوي وشايلين الفرشة شيل يوم جو يدخلونها مع الباب حكت في أطراف الباب قال مهند ابحثوا في الأماكن اللي هنا اللي موجودة قريبة عن حديدة بنفس المواصفات هذه أنها معلقة بفرشة وفيها أدلة نفس كذا يقول صدق يوم بحثنا حصلوا الحديدة هذه مرمية في المسبح وكانت أربع حدايت وصار استنتاج مهند استنتاج صحيح يقول استغرب سليم كان ليو ولد كيف وصلت للمرحلة هذه من الذكاء يقول سبحان الله كنت مؤمن فيك مهند أنك شخص قوي وتعرف تحلل بأسلوب أفضل يقول المهم كتبنا التقرير هذا كامل وبيلنا لهم أسلوب الجريمة فوق المسح وقلنا لهم أنه ترى موه لسبب الضرر لنفسه إن فيه اثنين تمادوا عليه وقتلوه منهم الاثنين هذولي هذه مهمة التحقيق ولكن رح أعلمكم ويصار يقول المهند بعد ما رفعنا الأوراق هذه أنا وسليم يقول جانا رد بعدها بأربع وعشرين ساعة إن الضابط حق الشرطة حق التحقيق يبغانا سليم استانس قال أكيد إن أدلتنا سليمة وصحيحة يقول رحنا له مباشرة وقال لنا من الشخص بينكم اللي كتب التقارير هذه اللي قدامي يقول وكان يقولها كذا بغضب شوي قلت لأنا اللي كتبتها قال بأي تحليل بنات هذه الأشياء يقول صرت أذكر له التفاصيل اللي حصلتها على الباب وأسلوب القتل اللي صار فيه والتوقيع كان هذا موقع على يدي مين وموقع على يدي صار يقول قال لي أنت من وين تعلمت هذا الشيء وشلون قدر توصل لهذه المرحلة إحنا لنا يمكن ما يقارب خمس ساعات في هذا المكان ما قدرنا نحلل كذا أنت يا مهند احتاجك بعدين ولكن اليوم رح يتم التحقيق مع عدة أشخاص هل في راسكم شخص ممكن تتهمونه يقول المهند على طول تكلم وقلت له بنسبة 70% اللي قتله معاه في الشركة فيبحث ممكن كان بيمسك أحد المناصب بما أن بيته كبير ونظيف وجميل فأكيد أنه ما يبغون يمسك هذا المنصب قال ممكن يقول يحط هذه الملاحظة الحسبان يقول بعد خمس ساعات إلا ينادينا ضابط الشرطة من جديد قال إي نعم كلامك يا مهند صار صحيح وصار سليم صارت القضية قضية مو بسيطة وفيه شخصين صدق ذبحوه ونفس أسلوب القتل اللي قلته أنت وعلى هذا الشيء راح أرفع اسمك أنت يا سليم مع مهند أنكم قدرتوا تحققون في هذه الجريمة بشكل أسطوري وبشكل كبير وراح نعلن أسماءكم في الجرايد يقول مهند تقطعت من الفرحة أخيرا جاء الوقت اللي راح أصنع فيه اسمي وراح أكون أحد الناس اللي يدخلوا هذا المجال بسبب حلة لهذه القضية وزياد على كذا أنا ما حليتها بمسحات جنائية أنا حليتها عن طريق تخميني لهذه الأشياء الموجودة ولكن على المسحات ما راح يبان شيء وبعد فترة أعلنوا أنهم هم مسكوا الشخصين اللي يقتلوا هذا الشخص وخلال أسبوع تم تكريمنا من العميد الخاص بالولاية أن في طالبين من أفضل الطلاب اللي قد مروا على هذه المرحلة يقول حسيت بشي عظيم شي عظيم مرة أحس بانتصار داخلي يقولوا المهم وأرجع للدكتور وأنا مستانس ومبسوط لأبعد درجة وأدخل على الدكتور وأطق عليه الباب طاق 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 دكتور ياللي يدخل يدخل يا بطل يقول وأدخل وأسكر الباب وأحب على راس الدكتور وأقعد وقل لي يا دكتور حليت القضية قال لي نعم شفتك في الأخبار والناس كلها تتكلم عنك وأتوقع يا مهند أنها مفتحت لك بواب الخير فاستغلها زين يقول شوي الدكتور قال لي أسمع بسألك سؤال كيف قدرت تحلل التواقيع اللي في العمل أن هذا باليد ليمين وهذا باليد ليسار يقول قلت لي يا دكتور بأقول لك شيء وبعترف لك إياه أول مرة دكتور أنا أيام الثنوي قدت زورت شهادتي الثنوي على أبوي كنت أعرف أزور الخط بشكل قوي مرة قل استغرب الدكتور قال لهذه الدرجة قلت له طيب اسمع ويطلع للشهادة اللي قدت زورها قبل قال شفت هذه الشهادة أخذ قراها قال هو أنت متخرج يعني من الجامعة وأنت تقول لي مفصول قال لا هذه الشهادة أنا مزورها ناظر فيني قال لا مستحيل على العلم اللي أنت فيه والشي اللي قاعد تقدمه قاعد يبين لي أن معاك مو بس هذه الشهادة معاك عدة شهادات قلت له يا دكتور صدقني ما معاي ولا شهادة قلت شوي قال لي الدكتور أنت حرفيا ما زورت الشهادة أنت زورت وجسدت شخصية أنت كيف قدرت تعيش بشخصية ما هي شخصية وقدرت تتعلم لين وصلت لهذه المرحلة طبعا هذا كله يرجع كلام الدكتور ومهند ما قد اكتشف موهبته الحقيقة مرة يقول مرة الأيام قلت جيني رسالة على البريد وافتح الرسالة واشوف منه الشخص المرسل يقول له حصل الرسالة مكتوبة من أبوي يقول وكان ذاك الموقف أعظم موقف مر عليه في حياتي يقول وافتح الرسالة وأقراها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك مهند إن شاء الله أنك بخير لك فترة ما شفناك ولا سمعنا عنك أي خبر ولكن جتنا أخبارك أنك قدرت تحل أكبر قضية موجودة في الولاية وقدرت تنفي أن هذه القضية ما هي قضية عيدية وأنا فخور فيك يا ولدي وتمنا لك التوفيق وين ما رحت وكاتب تحت كانت أمك تقول لي إن هذا الولد يوم من الأيام رح يصير نجم والنجم هذا في يوم من الأيام رح يلمع لا تتكلم عليها وتقصو عليه فخل على راحته ويسوي لي يبغى يقول ولكن ما أيقنت إن هذا الشي رح يصير قريب وما كنت مصدق أمك وإيمان أمك فيك إنك يوم من الأيام رح تصير شخص معروف بهذه المكان يقول يوم قريت الرسالة حسيت بشعور غريب مرة حسيت أني ملكت الدنيا وما فيها أني قدرت أبين لأبوي أني أنا شخص ناجح ألمهم يقول حسيت بشعور غريب حسيت بنشوة خطيرة حسيت أني أقدر أحل أي جريمة موجودة في العالم وكل هذا وأنا ما معي شهادة يقولوا تذكرت كل المواقف السيئة اللي صارت لي قبل أني تمشكلت بحقين البريد وصارت لي مواقف كثيرة وفي أشياء ما ذكرتها حسيت الآن أني شخص ذو مكانة شخص ذو علم والآن اكتشفت موهبتي يقول طبعا أول ما قريت هذا الكلام من أبوي وتحمست وخذني الحماس بشكل كبير أني أنا أكمل عملي وحسيت أن أهلي فخورين فيني بشكل كبير مرة قررت أني أستمر في هذا المجال وفي نفس الولاية اللي أنا فيها وأصير حقك في الجرائم اللي موجودة عنده وكنت أشتغلي شغلي الخاص في يوم من الأيام جاني يتصال من مركز الشرطة وقالوا لي يا مهند نبغاك تكون شغال معنا بشكل رسمي وتمسك قسم التحقيق بالكامل يقول في هنا أيقنت أني صرت شخص ناجح وأيقنت أن الشهادة عبارة عن ورقة إذا كانت بلا مهارات يقول المه وصرت أشتغل معهم في ذيك اللحظة وكنت أدخل قسم الشرطة حقهم وأطلع كل فترة يقول كنت أدوم بلبس عادي قميص وأي شيء وأدخل عليهم يقول في يوم من الأيام والصدمة الكبيرة اللي مرت علي حصلت الدكتور اللي كنت أسولف معاه وشغال فيه نفس قسم الشرطة اللي أنا فيه ماذات فيه كنت دكتور وإيش جابك هنا قال لي اسمعني أنت الآن في مجال العمل حقي وراح أقول لك كل شيء قلت له وش السالفة وش صاير قال طيب أنا قبل فترة كنا نراقبك أصلا يوم دخلت موقع حق تزوير الشهايد كنا نبغى نصيد الناس اللي يزورون الشهايد هالي ونبغى نحاسب أي شخص يتعامل أو يزوي الشهايد هالي وحطوني أراقبك في ذيك اللحظة ومع الصدفة صار مكتبي قريب لم بيتكم قلت خلاص أنا راح أراقبه بشكل فوري وكنت أسجل كل التقارير عنك وأكتب كل صغيرة وكبيرة وعلى فكرة كنت دائما أقول لهم أن هذا الشخص سليم ولا فيها أي شيء وأنه مو هو الشخص المزور ولكن صدمت لي ذاك اليوم يوم اعترفت لي أنك كنت تزور الشهادة يوم كنت عند أبوك والصدمة الكبيرة يوم قلت لي أنك أنت مزور شهادة الجامعة نفسها ولكن بينت لي أنك ما كنت تبيحها ولا كنت تستخدمها ومن كلامك أنك أنت كنت قاعد تنتقد نفسك وكنت ما تحب هذا الشي فيك أنك معاك شهادة بلا خبرة ولكن الآن حطيت في مكان وانت يا مهند تستحلم وله هنا جمعة الخير وصلنا نهاية قصة هذا اليوم أتمنى أني وفقت في طرح هذه القصة وإذا وصلت لين هنا لا تنسى تضغط اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حبيبي وعزيز المتابع وإستفدنا من هذه القصة فإن مع العسري يسرى دائما بعد العسر والله يوم من الأيام رح تنفتح لك الحياة وتصير حياتك كلها يسر دائما العسر أعرف أنه شي جميل بعده نجاح تذكر المشاكل هذه اللي قاعدة تصير لك هي قاعدة تبني شخصيتك وتذكر دائما أن أبوك وأمك مو أعدائك نهائيا يسرون أعدائك في هذه الحياة دائما يبغون لك الخير ويتمنون لك التوفيق ممكن مهند شاف أبوه من زاوية مختلفة ولكن ما أيقن أن لو أبوه ما صار بهذه الحالة كان أهو ما هو موجود في هذه المكان موسيقى